أسعدتم أوقات أيها المفكرون الصغار سيكون درسنا لهذا الأسبوع هو درس حرف الطاء سنبدأ بمهارة الاستماع وستقوم بدورك كمتعلم البكالورية الدولية بالاستماع إلى القصة وإعادة سردها برغتك الخاصة وأن تتسمى بسمتي المفكر والمتأمل قصة حرف الطاء زيارة الطبيب زارت طبيب الروضة استفى الطلاب للفحص تبأ طارق تحت الطاولة ابتسم الطبيب وقدم الحلوى لطارق قالت المعلمة لا تخف يا طارق قال سكر نحن لا نخاف من فحص الطبيب النهاية ثم ستنتقل إلى مهارة التحدث ستقوم بدورك كمتعلم بتأمل لوحة حرف الطاء وتعبر عما تشاهد في هذه اللوحة من صور تحتوي في صوت اسمها على حرف الطاء وتنتقل إلى قصة حرف الطاء بعنوان الطاووس طريف ستقوم عزيز المفكر بالاستماع إلى قصة الطاووس طريف وتعمل الصور المعروضة فيها من ثم محاولة إعادة سرد قصة الطاووس طريف بلغتك الخاصة ستقوم هنا عزيز المتأمل بالتعرف على بعض الكلمات الجديدة التي تحتوي في صوت اسمها على حرف الطاء وأيضا أن تتعرف إلى مواضع حرف الطاء في الكلمة أول ووسط وآخر الكلمة ثم ستنتقل إلى مهارة القراءة هنا عزيز المتواصل سيكون عليك قيام بدورك كمتعلم في جزئية مهارة القراءة فتقوم بتمييز اسم حرف الطاء وتمييز صوت حرف الطاء اسم الحرف طاء صوت الحرف ط وأيضا عليك نطق حرف الطاء مع المدود القصيرة الفتحة والضمة والكسرة ط ط ط ولا تنسى أيها المطلع الصغير عليك أيضا تمييز حرف الطاء مع المدود الطويلة الألف الواو والياء ط ط ط ط وأيضا عليك أن تقوم بمهمة تجريد حرف الطاء من الكلمات المعروضة أمامك في الصفحة ككلمة طبيب تضع دائرة حول حرف الطاء في كلمة طبيب في بداية الكلمة وأيضا عليك أن تضع دائرة حول حرف الطاء في كلمات أخرى ككلمة بطريق يوجد حرف الطاء في وسط الكلمة تضع دائرة حول حرف الطاء في كلمة بطريق في وسط الكلمة وهكذا أما هنا عزيز المتواصل الصغير عليك أن تقوم بمهارتي التركيب والتحليل وذلك بقيامك بتركيب المقاطع الصوتية لتكوين كلمة مثل المقاطع الصوتية الآتية عندما تجمعها سوية تصبح كلمة طبيب وإيضا عليك تحليل الكلمات إلى مقاطع صوتية ككلمة بساط المقطع الأول بي المقطع الثاني سا المقطع الثالث تو ثم عليك تاجئة وقراءة بعض الكلمات والجمل بصوت وسرعة واضحة ككلمة طارق وجملة طارت طيور المزرعة وهكذا وأيضا هنا عليك أيها المؤتعمل الصغير أن تساعد البطة للحصول على البطيخ وذلك من خلال وضع دائرة حول حرف الطا أو رسم خطوط بين حرف الطا للوصول إلى البطيخ وآخر مهمة لك عزيزي المهتم في درس حرف الطا هي مهمة مهارة الكتابة ستقوم هنا عزيزي المتعلم في هذه الصفحة بكتابة حرف الطا منفصلا وكتابة حرف الطا مع المدود الطويلة الألف والواو والياء طا تو بطي وأيضا لا تنسى أن تكتب كلمة طبيب بالشكل والاتجاه الصحيحين هذا كل ما لدينا أحبة الصغار في درس حرف الطا بهذا الأسبوع أسعدتم أوقاتا